مواليد برج الجوزة الجوزة أنا بدي أقول لك أنه هذه الفترة فترة يعني شوي فيها شعبية ألا عطارت هذا كوكبك الحاكم عم يتراجع ببرج الحمل أوكي بس من ناحية تانية أنا ذكرت أنه عطارت لو تراجع رح يتشكل زوية حلوة مع الزهرة بـ 11 أربعة وـ 19 أربعة مع الشمس بـ 16 أربعة وـ 11 أربعة مع الزهرة هؤل الأمور يعني بتسهل شوي التطورات اللي بدأت طالك بالخير رح يكون في عندك سفر بهذا الشهر ورح يكون في عندك شيء علاء جديد ولكن انتبه من بعض الخلفات مع بعض الأصدقاء وعرف مع مين تمشي أو تحط إيدك بهذه الفترة خاصة للمقربين منك من أصدقائكم بتكتر شعبيتكم وبتكتر عندكم الاتصالات والعزيم وفرص يعني في تحرر من قيد وفي تحقيق أمنية كمان بواسطة أحد المقربين وخاصة الأصدقاء ومن ناحية تانية يمكن يكون عندكم فرصة حب عن طريق أصديق لإلكم من ناحية تانية مواليد برج الجوزة الأمر اللي بده يكتمل ببرج العقرب يمكن يضوي على أمور خاصة بأموركم الصحية أو تكتمل معكم بترئي أو تكتمل معكم بعمل جديد هول الأمور يعني كمان يعني فرص العمل يمكن تكون متاحة أو يتضوى على بعض الأمور العملية اللي أنت أنجزتها وعملتها الجوزة أول فترة أكيد بتكون أفضل الفترة الثانية من الشهر يعني آخر عشرة أيام هون بدي إياك تكون متيقص مشان هيك بقلك متن علاقاتك كلها هول الأمور سهلة مثل ما بنقول لأنه من بعدها حين دخول الشمس للثور بيعشرين الشهر المعطيات كلها بدت تصير مغيرة يعني بتبلش تتعب مولود برج الجوزة فخلوا العلاقات كلها مبنية على التفاهم ومتنوا علاقاتكم كلها قبل دخول الشمس لبرج الثور وهيك بنكون هنا لهذا الشهر كيف بدت تكون وأكيد تابعوا دايما الأبراج اليومية والأبراج الأسبوعية بشوفك على خير مواليد برج الجوزة